مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم العشار بس بطريقتين العشار بالبسباس الأحمر والعشار بالبسباس الأخضر طبعاً البسباس هو الفلفل الفلفل العدني والفلفل الأخضر تمام؟ الطريقة اللي بالفلفل أخضر هي على الطريقة الحضرمية والأحمر على الطريقة العدنية أول حاجة منجيب الليمون ونغسله تمام وننشفه تمام لأنه ده عشرته وفي بوق قطرة ما يخرب عليكم العشار طبعاً بعد ما نغسلت الليمون انكب كله في الأرض بعد ان تشوفوا الليمون تمام حاولوا انكم تشولوا العنقود هذا او اي قشرة فيها بني شيلوها بعدوها قشروها تمام فهمتوا الليمون لا تخلوش فيها قطعة بنية او شي اي حاجة كده تشوفوا عليها بعدوها بعدين شوقوها بشكل اكس او اقطعوها بشكل اكس او علامة زايد بس لا توصلوش لا تحت اسفل شي نفس موضح لكم بالفيديو شوفوا اني شلت لو في فيها حاجة كده بني شفتوا كيف اقشرة وافتحها نفس كده وكمان اذا كان فيها بدور كبيرة بعدوها بس الليمون الحلو ميكونش فيه بدور تمام هنا عندي خمس ملاعق ملح واستخدمت ملح الهملايا وملعقتين كركم كبيرة انا استخدم ملاعق القياس الكبيرة ملاعقتين كركم مثل ملاعق كاري طبعا الكركم والكاري تقدروا تستغنوا عنه اهمش الملح بس انا عادي استغنوا عن الكاري بس منستغنش عن الكركم انا احب الكركم مع عشار حركوا مضبوط وابدأوا عبوا الليمون الان بتشوفوا بالفيديو طبعا اشتاك لكم حاجة الملح طبعا هذه الكمية لخمسين حبة ليمون حق موسط خمسين حبة وانتم زودوا كل ما زيدتوا الكمية شوفوا كيف اعبي الليمونة بعين افرقوا نفس كده لازم تفرقوها وتحطوها بتعبوها بالعلب بهادي الطريقة ما تقلبوهاش الليمونة لازم يكون الفتحة حق الليمونة اللي شقيتوها من فوق عرفتو كيف نفس كده يكون ان شاء الله يكون باين لكم لانه اذا قلبتوها بنزل الملح كامل وما بتتخللش تمام معاكم لازم كده ترسوها تمام كده زي العسكر ما شاء الله كده يعني ما شاء الله عرفتو كيف ترسوها مضبوط الليمون المهم اني كده بكمل بعبي الليمون كده وبادحرقوه شوفوا كيف افرق الليمونة نفس كده اللين تتعبه كامل ولا تخلوش فيه نفس كده قم بعض خليهم شوفوا النفس بالقلوب خلوهم قم بعض قم بعض ما تخلوش بينهم نفس فهمتو ما تخلوش وسع بينهم ان شاء الله تكون فهمتو علياني الشي راح والله احاولو هنا اقول لكم لا تقلبوهاش خلوها زي كده رسوها وهنا خلاص خلصت تقريبا تابعوا لاخر شي للفيديو وشوفوا ايش حصل لي بالعشار اخر حاجة باقول لكم ايش حصل اخر شي حطت حبة البركة طبعا انا عملت كمية كبيرة تقريبا كم كيلو عملت الليمون كتير مش عارفة كم بس كان كتير خلاص بعد كده سكرته بكيس شوفوا ما شاء الله كبيرة علبة زقاق اكتبولي انتم باش تعشروا بزقاق او ببلاستيك بعد كده غلفته بكيس وبدأت اغطيه بغطة محكم وكمان غلفته بشفاف لانه هنا عندي القوم مترب فاني اخاف وحطه في الشمس عندكم شباك يعني طاقة او عندكم سطح المهم لازم بالشمس كل يوم لازم تحركوا تقلبوا زي كده لازم يوميا يتقلب العشار نفس كده كل يوم نحنا نقول بعدا ندابشوا كل يوم تقلبوا العشار لازم يعني من غير ما تفتحوا الغطاء انتبهوا تفتحوا الغطاء لازم يتقلب عشان ميسودش عليكم ولا ينشف اللي فوق اللي فوق يكون نشفوا اللي تحت يكون في بسوائل وانتبهوا تفتحوا الغطاء لانه اذا فتحتوا الغطاء على العشار بيخرب عليكم ممكن انه يخرب بعدا اول ثلاثة ايام بيكون السائل خفيف اللي ينزل منه الماء من العشار خفيف بعدين بيبدأ يجمد او يثقل شوفوا كيف بدأ قوام السائل اللي فيه او الماء اللي ينزل من العشار بدأ يثقل من الليمون كل ما ثقل يعني بدأ يستوي الليمون كل يوم واني ادابشوا كل يوم واني احرك اقلب الليمون يعني دابشوا بالعدن يعني يقلبوا كده رقوه فهمتوا خلوا السوائل تنزل اليهم تحت تحرك في كل مكان شوفوا كيف بدأ يقل طبعا انتم بتستغربوا كيف تغيرت العلبة فاقول لكم ايش استوي بالعشار طبعا العشار اخد مني خمس ايام لانه الشمس عندنا حار يعني الشمس كتير حرارة شمس فاخد مني خمس ايام لكن اذا كان من القوشته ممكن ياخد منكم اسبوعين او شهر فاني استوي بسرعة معاي الان فتحت العلبة والان ايش اضيف اضيف كوب من الماء النقي اللي هو نحن ناخد ماء ونغليه على النار بعدين نخليه صير دافي بعدين ناخد كوب من الماء هذا اللي عملته النقي وكوب من الخل اخلطهم مع بعض واضيفه واخليه اليه ثاني يوم ما شاء الله شوفوا كيف مهري خلاص مهري طري تعرفوا ايش طري العشار كتير طري يتقطع ايش ما شاء الله بعضهم يضوفوا شوفوا هذه الخطوة ميضوفوا ايش كوب الماء وكوب الخل على طول يسويه البسباس العدني بس اني كده تعلمت وخلاص وليه سنين اعملي نفس كده خلاص هنا ما شاء الله خلطته وبدأت اضيف الخل والماء وخلاص بعدين ارجع اسكره واقفله يعني وخليه على طاولة المطبخ عادي بالمطبخ ما عدا نطلعيش في الشمس خلاص هنا ثاني يوم ببدأ اضيف العشار بزبديه عشان اقسمه وقزه بيكون بالبسباس الاخضر وقزه بالبسباس الاحمر هنا طبعا المساعدة اقت من كتر ريحة العشار ما شاء الله لقيران كلهم شموا العشار تقريبا خلاص الان ببدأ اضيف البسباس العدني عندي هنا بسباس عدني اني انقعه بماء مغلي وخل ملعقتين خل حاجة بسيطة الخل ببدأ اشيل البسباس اخد البسباس واطحنه مع ثوم وشوية من الماء النقع وكمان شوية من الزيت وكم حبي يعني اني استخدمت 4 فصوص ثوم وزيت وطحنته بالخلاط بعد كده بعد ما طحنته تمام ممكن تصفوه بعدين تضوفه بس اني عادي ما شاء الله انطحن تمام الان بقصم الجوز اللي بعمله البسباس الاحمر اللي عملته وبضفله البسباس العدني الفلفل العدني هو خلاص وهذا العشار جاهز اقلبوه تمام وحطوه ببرطبانة كده نظيفة زقاق وخلاص وحطوه في التلاقة اذا ضفتوه البسباس العدني او الفلفل العدني خلاص انحط في التلاقة ما دي نفعش انكم تخلوه برعب الحماق وخزوه الان صيف ما شاء الله ايش اقول لكم الريحة في المخ ايش ما شاء الله العشار دايما يفوز فاتح الشهية هادا الان ما نسوي البسباس الاخضر او الفلفل الاخضر عندي كمية من الفلفل الاخضر بضفله ماء حار وبضفله حاجة بسيطة من الخل تقريبا ملعقة كبيرة من الخل ما ينطعمش الخل وخليه يغريه على النار لما يتغير كده لونه يعني غلوتين بس وبعد كده ما اخد غلوتين اصفيه وخلاص وابدأ اعمال البسباس الاخضر تقريبا هو يشبه البسباس الاحمر نفس التسوية وابدأ اطحنه ايش اسوي الان اخد كمية من الليمون تقريبا ربع كوب الليمون هنا في الخلط بضيف الفلفل وكمية من الثوم وكزبرة كمان وكمون يعني من نصف ملعقة نصف ملعقة وعصير الليمون وهنا كمان ضيفوه زيت بس اني بعدين ضفت الزيت وضفت كم حبة من العشار اطلع طعمه حلو بعد كده اضيف من الماء اللي غليت فيه البسباس والخل اللي غلينا فيه الفلفل الاخضر حاجة وسطة عشان انطحنني بعد ما انطحن تمام بضيفوه على العشار طبعا اني نسيت ما حطوا الزيت مع الخلط فضفتوه الان انتم ضفوه مع البسباس لما تخلطوه كامل والثوم والكزبرة والكمون ضفوه الزيت اني الان ضفتوه عادي خلاص قلبتوه تمام وحطوه في علب بعد كده حطوه في التلاقة ايش اقول لكم الريحة رهيبة والعشار الاخضر صراحة اللذيذ كتير اللي يحب الاشياء السبايسي الحارة هو احر من البسباس العدني احر من البسباس الاحمر يعني العشار الاخضر يلهاب او يحرق اكتر من الفلفل العدني او البسباس العدني يعني مختلفين بكده العشار الاحمر غير العشار الاخضر العشار الاخضر حار والعشار الاحمر مش حار تمام البسباس العدني مش حار ابدا بالعكس طعمه حلو ويعطيك حامض لكن البسباس الاخضر العشار اللي بالبسباس الاخضر 65 الحرارة بصراحة وانتم تقدروا تتحكموا طبعا باضافتكم البسباس هذا هو العشار الاخضر والعشار الاحمر انشاء الله تقربوا الصراحة مع الزربيان اكيد بطلع حاجة روعة ومع الكبسات انا قدمتم مع الصيادية كده مع الليم ومع صلطة الكوشمبر الصيادية الحضرمية يعني اليوم عملنا عدني مع حضرمين تحياتي للحضارم تحياتي من كل قلبي لعدن شوفوا بس عصير الليمون مع دل حر اللي برد على القلب وتعالوا ندوق العشار حقنا اللي عملنا اول شي دقط العشار الاخضر ايش الطعم رهيب مع قطعة سمك تمد كده ومع الرز حاجة جدا روعة كمان دقط العشار الاحمر اكيد رهيب روعة الحمد الله والان حب اني اقولكم اش صار بالعلبة الكبيرة حق الليمون اللي عملناها في البداية الفيديو طبعا اكتسرت من حرارة الشمس اقيت لقيته مكسورة ورقعت عشرت الصباح بعلبة صغيرة قبولي ليمون شوية وعشرت عشان اكملكم الفيديو اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكوا كومنت حلو منكم وبالعافية ليو لكم